تعمل شؤون الجمارك على الارتقاء بالخدمات المقدمة في إطار دورها في تسهيل حركة النقل والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني فضلا عن الدور الأمني المهم الذي تقوم به شؤون الجمارك ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني تنفذ شؤون الجمارك خطة تطويرية لعمليات المسح الضوئي على الشاحنات والحاويات من خلال تركيب وتشغيل أربعة أجهزة على منفذي جسر الملك فهد وبيناء خليفة بن سلمان وهو المشروع الذي يعد نقلة نوعية للمنظومة والإجراءات الأمنية والجمركية في منتصف عام 2018 تم توقيع عمل شركة SGS لتوريد عدد أربع مسحات ضوئية نوع نيوك تيك بمعدل جهازين لمسح الشاحنات في جسر الملك فهد وجهازين لمسح الحاويات في ميناء خليفة بن سلمان باعتبار أن هذه الأجهزة هي الأحداث على مستوى المسحات الضوئية في العالم أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الحيوية التي ستساعدنا في تحقيق المبادرة الثانية من الهدف الثاني لخطة شون جمارك استراتيجية 2017-2020 هذا المشروع يتميز بكفاءة الفريق الوطني البحريني المعني بتنفيذ واختبار الأجهزة التي تم التعاقد عليها وهذا الفريق تم إعداده وتأهيله على مستوى عالي لهذا النوع من المهام وتتسم أجهزة المسح الضوئي الحديثة بالصورة الواضحة بجانب الدقة والسرعة في تنفيذ عملية المسح حيث يتم مسح 120 شاحنة في الساعة الواحدة مما يسهم في تسهيل الحركة التجارية ويعزز من موقع البحرين اللوجستي حيث جرى تدريب طاقم عمل من كوادر شبابية بحرينية متخصصة في العمل الجمركي والأمني على تشغيل أجهزة الأشعة بالمنافذ الجمركية والاستعانة بالتقنيات الجمركية الحديثة تسعى شؤون الجمرك من خلال الأنظمة المستحدثة تعزيز الجانب الأمني لحماية الحدود الجمركية ودعم الجانب الاقتصاد لتيسير الحركة التجارية وسوف تنجز الأنظمة العمل الجمركي في وقت قياسي وبجهد أقل وستسهم بتدفق البضايع التجارية المشروعة إلى المملكة وستسائر ضباط الجمرك في الكشف عن المواد الممنوعة والمحضورة التي يصعب الوصول إليها وذلك عن طريق التقنيات الحديثة التي يمتاز بها الجهاز تعتبر هذه الأجهزة الأحدث من نوعها عالميا وهم مميزات هذه الأجهزة القدرة على الاختراق العالي والكشف عن المواد المشروعة والممنوعة بداخل الشاحنات والحويات يمتاز النظام بخاصية الذكاء الاصطناعي مما يفرغ ما بين الصور السابقة والصور الحالية ويساعد ضباط الجمرك في عملية التحليل وكما أن النظام يكشف عن المواد المشروعة الخاطرة والغير مشروعة والمحضورة عالميا وتأتي هذه النقلة النوعية في العمل الجمركي في إطار استراتيجية شؤون الجمرك 2017-2020 ما يجعل عملية التطوير تتم وفق منهجية مؤسسية وهو أمر من شأنه إرساء قواعد أساسية للتطوير الذي يعزز جهود التنمية المستدامة